بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الرابعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام إلى هذا اللقاء الرابع والمجلس الرابع من سلسلة دروسنا العلمية المباركة في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الوالد دكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جزاه الله عننا وعن المسلمين خير الجزاء ونرحبهم بمعالي الشيخ في بداية هذا اللقاء فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ حياكم الله وبرك فيكم حياكم الله نستأذنكم معالي الشيخ باستكمال ما كنا قد توقفنا عنده من قوله رحمه الله في باب الآنية قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وعن أبي واقد ليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة يعني لا يجوز استعماله وإن كانت البهيمة من المباحات إذا ذكيت لكن ما قطع منها فإنه لا يجوز من جسمها من لحمها من جلدها فإنه لا يجوز استعماله لأنه ميتة والميتة نجسة وعن ابن عباس قال تصدق على مولات لميمونة بشات فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها نعم هذا فيه أن جلود الميتة إذا كانت مما تحله الذكات إذا كانت مما تحله الذكات أنها إذا دبغت جلودها تطهر بذلك ويجوز استعمالها بقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الميتة التي مر بها هل لا أخذتم إهابها يعني جلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في جلدها هل لا أخذتموه مع أنها ميتة نعم وحسن الله إليكم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقط طهر أيما إهاب إهاب الجلد أيما إهاب من جلود الدواب أن يتدبغ فقد طهر ولو كانت ميتة هذا فيه العموم فيه العموم لكل الدواب ومن العلماء من خصه بما كان يؤكل لحمه إذا ذكي نعم وهذا فيه عموم يدل على أن كل جلود الحيوانات إذا دبغت سواء كانت مما يحل أكله في الذكاة أو ما لا يحل أكله نعم ولمسلم إذا دبغ الإهاب فقط طهر إذا دبغ الإهاب وهذا فيه عموم يعني أي إهاب يعني أي جلد إذا دبغ فالدباغ يطهره لأنه ينشف ويستخرج المواد السائلة منه ويصبح الإهاب طهرا وعنه قال ماتت شات لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشات فقال لولا أخذتم مسكها قالوا نأخذ مسك شات قد ماتت فقال لها إنما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت فسلخت مسكها فدبغت فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها نعم سودة بن زمعة هم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان لها شات فماتت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأخذ جلدها ودباغته واستعماله دل هذا على طهارة جلود الميتة إذا دبغت إذا كانت مما يؤكل لحمها إذا ذكيت وعن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب نعم قالوا هذا حديث منسوخ هذا الحديث منسوخ وأيضا يقولون فيه اضطراب في سنده فالعمل على ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر بذلك ويباح استعماله وعن سلمة بن الأكوع قال فلما أمس الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر وأوقدون نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال أي لحم قالوا على لحم الحمر الإنسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أونهريقها ونغسلها قال أوذاك وفي لفظ فقال غسلوا نعم هذا فيه تحريم لحم الحمر الأهلية الإنسية يعني الأهلية أما الحمر الوحشية فإنها مباحة وهي من الصيد لحمها وجلودها لكن الحمر الأهلية هذه لا حرام وحرام جلودها ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر الناس قد أوقدوا النيران على القدور ما هذا قالوا على لحوم الحمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإهراقها بعد أن أنطبخوها أمر بإهراقها من القدور وإلغائها فدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية نعم وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج نعم اشترى لفاطمة قلادة من عصب وقلادتين وسوارين من عاج جلعاج عرفنا أنه ناب الفيل فدل على جواز استعمال العصب والناب وأنها ليس مثل اللحم لأنها لا تحلها الحياة فهي في حكم المنفصل نعم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب التخلي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله نعم التخلي هو دخول الخلاء لقضايا الحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ما يقول عند الدخول يقول عند الدخول بسم الله يطرد الشيطان لأن الكنف ومحلات قضاء الحاجة فيها مأوى الشياطين فإذا سمى الله عند دخولها فإن الشياطين لا تضره ويحميه الله باسمه ففيه مشروعية ذكر الله عند دخول الخلاء بأن يقول بسم الله قبل الدخول وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث من الخبث أو الخبث الخبث هو النجاسة هو الغايط وأما الخبث فهو جمع خبيث جمع خبيث وقيل الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين فهو يستعيذ بالله من الشياطين من ذكورهم وإناثهم عند دخول الخلاء نعم فيقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث عند دخول الخلاء يعني عند دخول محل قضايا الحاجة زاد سعيد في سننه في أوله بسم الله سعيد بن منصور رحمه الله زاد في سننه سنن سعيد بن منصور المعروفة لكنها مفقودة معلسف زاد في سننه في أوله بسم الله أن يقول في أول الذكر الذي يقول عند دخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فيستحب أن يجمع بين هذه الألفاظ أو هذه الأذكار بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث والله أعلم وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم نعم هذا الحديث مكمل لما سبق إذا دخل مرفقه يعني المكان الذي يقضي فيه حاجته قبل دخوله يستعيد من الشيطان لأنه كما سبق الشيطان يأوي ويسكن في محل القذر في المحلات القذرة والوسخة ومنها محل قضاء الحاجة فإذا أراد المسلم أن يدخله فإنه يأتي بهذا الذكر أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث هذه أوصاف الشيطان الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم الرجيم يعني المرجوم المبعد الرحمة الله عز وجل لأسلم من أذى الشيطان أما إذا دخل من غير ذكر فإنه قد يتسلط عليه الشيطان وقد يصيبه أيضا ويصاب بالجنون لأن هذه الأمكنة مأوى الجن والشياطين يتحرز المسلم عند دخولها بالذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه نعم كذلك لا يدخله بشيء فيه ذكر الله عز وجل بل يبعده ويتركه خارجا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل محل قضاء الحاجة أخرج خاتمه لأنه مكتوب فيه محمد رسول الله فلا يدخل به الخلاء فدل على أن المسلم لا يدخل محل قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله عز وجل وإن احتاج إلى الدخول به لحفظه أو خوفا عليه فإنه يخفيه في جيبه وفي خبنته لا يكون ظاهرا الرسول كان يدير خاتمه لأنه مكتوب فيه محمد رسول الله فكان يدير فص الخاتم إلى باطن يكفه ويقبض عليه عليه الصلاة والسلام وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك نعم وكذلك أعرفنا الذكر الذي يقال عند الدخول وهذا الذكر الذي يقال عند الخروج لأن يقول غفرانك أي أسألك يا الله غفرانك عن الذنوب وما المناسبة قالوا لأنه في حال كونه في محل قضاء الحاجة لا يذكر الله ممنوع من ذكر الله فحصل فراغ في هذه الفترة فهو يستغفر من ذلك ويطلب من الله الغفران نعم أحسن الله إليكم هل يأخذ منه من قصر في الذكر في بعض أيام ولا يلي أن يكثر من الاستغفار في هذه الحالة ما في شك إذا مرت عليه فترة لم يذكر الله فيها فإنه يستغفر عن ذلك وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني نعم وهذا إضافة إلى ما سبق يقول غفرانك ثم يقول الحمد لله يشكر الله عز وجل الذي أذهب عني الأذى الذي هو الخارج لأنه لو بقي في الإنسان لضره فمن نعمة الله أن الله جعل له مصرفا يسلم من شره الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني منه ومن أهثاره فهذا فيه شكر الله على نعمه وعن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه هذا فيه دليل على أن الإنسان لا يتكلم حال قضاء الحاجة حال قضاء الحاجة بالتبول أو البراز أنه لا يتكلم وأنه لو سلم عليه لا يرد السلام نعم أحسن الله إليكم مع الشيخ وضعف مثوبتكم إلى هنا نأتيه ختامي هذا الدرس في باب الآنية من كتاب الحديث للإمام محمد عبد الوهاب جزاكم الله عنا خيرا وضعف مثوبتكم شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات نستأنفوا إن شاء الله وتعالى باب الآنية من كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرس القادم إن شاء الله هذا يزيد الهرائي شكرا لكم في رعاية الله وحفظه إلى الدرس القادم والسلام عليكم